مقام الشيخ أقرب للقلوب وللوعي العام الشعبي من الدكتور لكن أتوقف مع الدكتور جودة أو الشيخ جودة كانت المفاضلة الشعبية أيهما إلى نفسه أقرب وكيف كان في هذا المقام وكيف كان في هذا المقام مما تعلمت منه والله هو شخصية الشيخ جودة أو الدكتور جودة هو ربنا أكرمه جامع بين الاتنين ولكن المحبب إليه جول المشايخ هو تربى في مسجد سيدي أحمد البدوي حتى ربنا أكرمه كان فصر جزء كامل وأكثر في مسجد سيدي أحمد البدوي على حلقات متصلة إسبوعيا الحضرة اللي كان بيعملها كان له حضرة إسبوعية يعني يطرق بقى الجانب الرسم والأكاديمي الجلابية والعباية والطئية وصلاة الجمعة إسبوعيا في سيدي أحمد البدوي وحضرة نقشة بندية صوفية بالأسكار والأدعية والأوراد المأسورة عم شيخه كان بيعملها في مسجد سيدي أحمد البدوي وكان بعد الحضرة بيستقبل الأحباب والمريدين ويبدأ توجيهاته بقى من حيث الطريق اللي عايز يعرف حاجة عن التصوف اللي بيسأل يعني زوار سيدي أحمد البدوي نسأل مين طب الزيارة الناس بييجوا قلونا أنتوا داخلين هنا وتزورهم وده فيه تشبه بعبدة الأصنام ده فيه تشبه بالشرك وما شابه ذلك أول ما يسأله نروح لمين كان على طول في المواجهة حتى مشايخ المسجد الأحمدية الشيخ جودة الشيخ جودة المهدي فطبعا يعني هي دي من فضل ربنا وهو وجد مشايخه كده ووجد يعني هو درس في كلية أصول الدين من القاهرة كان الدكتور عبد حليم محمود قبل ما يترقى لشيخ الأزهر كان عميد كلية أصول الدين يعني معاه صباحا في الكلية أخر النهار في مسجد سيدنا الحسين يجده في مجلس دلائل الخيرات مجالس الصالع النبي وده تطبيق عمل للتصوف أدي مجلس الصالع النبي لا عبار عليه يعني أئمة التصوف نجدهم في العمل الأكاديمي جامعة ولل اتنين عمل أكاديمي في النهار والصباح بالليل في مساجد آل البيت ليه مساجد آل البيت دول يعني كفاية وصية الرسول بالمودة في القربة قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودات في القربة فين المودة نزورهم؟ يعني مثلا أثناء إقامة الشيخ الدكتور جدا المادي في القاهرة كان في الكلية صباحا ثم مجلس دلائل الخيرات مساء في مسجد سيدنا مولاني الإمام الحسين وكان بيجد في المجلس عميد الكلية ويوكيد الكلية أيضا الدكتورة بالعيون كان موجود في هذا المجلس المبارك فجمعوا بين العلم الأكاديمي وجو المشيخة الموروس عن مشايخنا واللي يعني عايز أقول يعني توارس عن أهل مصر بطبعهم الطيبين حبهم للمشايخ أكتر من الناس الأكاديميين يجد فيهم البساطة وهو الشيخ كان كده طبعه يعني وجهه البشوش وجهه اللي ربنا إداله شيء من النورانية في الوجه بساطته كل ده خلى يعني قربه من الناس والناس قريبة منه في الحوار وفي الأسئلة وتبسيط المعلومة بعدم يعني عايز أقول بالوسطية موسيقى موسيقى